في مصر كلها بل وفي العالم أكملوا بأن الأهلي توجى بطلاً للدوري المصري الممتاز أمر كرره الأهلي في السنوات الأربعة اللي فاتوا وأمر كرره الأهلي في 41 مرة سابقة لكن دايماً بيكون في تنافسية في البطولات وبالتالي بيكون في حماس في إنهاء المسابقات وبالتالي بيكون في احتماليات مفاجآت لكن النسخة دي تحديداً استثنائية لأن الأهلي حسمها تقريباً تقريباً من الدور الأول بشكل استثنائي على مستوى الأداء وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الأمر الطبيعي أو الأهم هو جمع النقاط في وقت فشل فيه الكل في جمع ما جمعه الأهلي في الدور الأول فبات الأمر واضحاً أن الأهلي بينتظر اليوم اللي هيتوج فيه بطلاً للدوري بحسابات المباريات المتبقية ومين ورايا هيعرف يجبني إمتى أو إمتى هيفشل رسمياً في أن يحصلني وحينما خسر الزمالك بالأمس أمام أسوان فشل الزمالك رسمياً في اللحاق بالأهلي فيما تبقى من مباريات في الدوري ففاز الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه والنهار ده كان بيأخود مواجهة مصر للمقصة من أجل الاحتفال بعد ما تأجل الاحتفال المطش اللي فات مطش الاتحاد السكندري اللي تعادل فيه الأهلي بدون أهداف بليوم مبروك للأهلي التتويج باللقب بليوم مبروك للأهلي كمسؤولين وكلاعبين وكجهاز فني وجهاز إداري بليوم مبروك لجمهور النادي الأهلي اللي بيقف دايماً وراء النادي الأهلي سواء في الفرحة أو في الحزن فوز مستحق جداً كان في هذا الموسم من الدوري الأهلي هو الأفضل في شغول كل فترات لكن أغلب الفترات وحتى حينما تعثر كان الأكثر قدرة على جمع النقاط فريق لم يخسر إلا مرة واحدة كانت أمام الزمالك من شهر تقريباً أو أقل وتعادل فيه ثلاث مرات بإضافة مطش النهاردة مع المقصة وفي باقي المباريات حقق انتصارات ما بين أداء كان قوي جداً في الدور الأول أو أداء مهتز في الدور الثاني لكن برضو حقق فيها انتصارات فكان مستحقاً جداً لبطولة الدوري المصري الممتاز ده اللي مخلي الموضوع مفوش مفاجأة لأنه فعلاً السنة دي فيه استثناء البحث دلوقتي للأهلي عن حاجتين واحدة مهمة قوي والتانية أقل أهمية لكنها مهمة برضو الأقل أهمية هي أنه إزاي يعمل أرقام خياسية إزاي يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط عشان يبقى سايب وراء منافسة صعبة للجايين في المواسم اللي جاية إزاي البطل يكون جامع نقاط وفي نفس الوقت ما يكونش حصلني في الموسم بتاعة 19-20 إزاي أكون أكتر فريق مسجل أهداف كل ده الأهلي بيفكر فيه في الست مطشاط اللي جاية إزاي الأهلي يكون أقل الفرق اهتزازاً للشباك في موسم واحد وهكذا من الأمور وبالتالي ده اللي بيركز عليه الأهلي دلوقتي لكن مع الوضع في الاعتبار أن الأهلي وهو بيركز في ده ما يضرش النقطة الأهم وهي دوري أبطال إفريقيا بعد ما أنهى الأهلي مسابقة الدوري المصري الممتاز بطلاً لها دلوقتي الأنظار بقت رايحة على دوري أبطال إفريقيا تأجلت البطولة أكتر من مرة وفي الآخر اتضح أن الموضوع هيكون في النص الثاني من شهر عشرة اللي احنا مقبلين عليه وبعدها النهائي إن شاء الله هيكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر وبالتالي معك وقت طويل جداً معك مطشاط رسمية هتعملها معاملة الودية بحيث أنك تحاول تاخد فيها أرقام قياسية لكن الأهم أنك إزاي تستغلها علشان تحصب بيها أداء فني تقنع بي الجمهور وفي نفس الوقت تستفيد بيه للأهم مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال سواء ذهاباً هناك في المغرب أو إياباً هنا في مصر بإذن الله مبروك مرة تانية للأهلي تتويج مستحق بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهارد لك لبقي المتنافسين سواء الزمالك والمقاولين وبيرامدز اللي كانوا بيقربوا من الأهلي على مسافات بعيدة أو باقي الفرق اللي طموحها أساساً مش اللقب وإنما طموحها الابتعاد عن القاع وده برضو لسه مكمل معانا أعتقد لحد الجودة الأخيرة من المسابقة على أقل يعني فريق هيكون أو مقعد تالت مؤهل لتحت أو مش مؤهل منزل لتحت كله هيتخانق عليه لأن فيه اتنين واضح طنطق ومصر حتى هوا بيلعبوا بعض النهاردة إنه هما الاتنين بيركزوا ويعملوا إيه الموسم اللي جاي في الممتاز به لكن طبعاً كل حاجة وردة وقائمة النهاردة الأهلي بينما هو ذاهب إلى الأستاذ كي يحتفل بعدما الزمالك منحه اللقب رسمياً بأنه فرّت في نقاط المباراة الثلاث أمام أسوان بالأمس كان الأهلي واضح إنه متأثر شوية نفسياً بالقصة دي فوضح إنه أداءه مش أحسن أداء وده استمرار لمطشات سابقة لكن فيها الأهلي جمع نقاط ولمباراة التانية على التوالي بيفشل الأهلي في هز الشباك ولم تهتز شباكه فخرجت المباراة بتعادل سلبي مع مصر للمقصة اللي من قبل المباراة كان واضح جداً إنه هيورينا مباراة قوية ليه؟ لأنه الأهلي والمقصة أكتر فريقين جمعان نقاط في الدور التاني من المسابقة من ساعة التوقف 25 نقطة الأهلي قبل مطش النهاردة و24 نقطة المقصة زي وزي الزمالك وبالتالي كانت مباراة متوقعة إنها تكون قوية وبالتالي كانت فعلاً مباراة صعبة على الأهلي وبالتالي حتى وبعدما طرد لاعب دبش من المقصة كان هو الأكثر تهديداً لمرمى الأهلي حتى وإن كان الأهلي قد سجل هدفاً ألغي بقرار من الفار والنحية التانية المقصة سجل هدفاً ألغي بقرار من الفار وهدف تاني تلقيت حسب فاول قبل ما يتسجل للأهلي ولكن المقرفة مجملها كانت فيها ندية قوية والمقصة كان ند قوي النهاردة رغم إنه احتفى بالأهلي احتفاءاً نادراً في الكرة المصرية وهو قبل انطلاق المباراة ممر شرفي عملوا فريق مصر للمقصة بقرار من الجهاز الفني ومن قبله بقرار من رئيس النادي ممر شرفي بوكيهات ورد ترتة تتوزع حتى على مجلس الإدارة في المقصورة علشان يبقوا أول المحتفين فماذا عن الخمسة أو الستة المتوقين؟ هل هيعملوا نفس الأمر كما يحدث في إنجلترا؟ حصل المشهد ده قبل كده مع الزمالك لما توك باللقب من خمس سنوات وبرضو احتفت بيه بعض الأندية لكن في النهاية أتوقع أن ده هيكون موجود ونتمنى أنه يستمر على مستوى كل المتنافسين بمعنى أنه والله لو في أهلي وزمالك في مرة في مباراة محسومة واحد منهم واخد الدوري نتمنى أن الطرف الثاني يكون بيعمل ومر شرفي آه هتبقى مزع على الجمهور لكن هتبقى حركة شيك أنت نفسك تعملها وانت متضايق لكن في الآخر بتعلي بيها قيمة مهمة جدا من قيم الرياضة حول العالم